موسيقى عندنا سؤال مرتبط بالسعادة الجديد وهو سكن الإنسان وبيته وطبيعة هذا السكن زمان كان الإنسان بيحيا حياة هانئة وبسيطة وهادئة في الريف والخضرة والطبيعة بعد انتقل إلى المدينة والخدمات والمرافق وبعد ما مكث كثيرا في هذا الصخب والزحام ندم على ترك البيئة القديمة فالإنسان دايما بين خياراته يبحث عن السعادة فيجد الشقاء أو يجد التعاسى إيه المعيار في فكرة السكن يعني؟ اللي احنا قلنا عن الإنسان سبحانه كأن مركب يعني دخل فيه المادي والنفسي والديني والاجتماعي فقدر الإمكاني الواحد بيحاول يعني يبدع عنه المؤسرات السلبية وأقترب المؤسرات الإيجابية يعني شيء بيصبني بالنكد واليأس قادر كأن أبتعد عنه شيء يعني يطفى علي السعادة ولا يصطدم بقيمي ولا بديني مش غلط إن أنا يعني أسعب به وأكون موجود حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا يجلسوا معه فكن نروحوا معلقة في السماء يرجعوا بالبيوت والنساء والطعام والشرب الدنيا فيجدوا قلوب تغيرت فهما لهذه الحالة عملوا قلوبوا التراب يعني أنا في المناطق الشعبية أنا في منطقة شعبية بعيدة عن الحضر أو في منطقة رفية بعيدة عن الحضر دائما بحس بقلة الخدمات وقلة هذا يعني بيقلل جدا معير السعادة عندي أنا ما عنديش خدمات زي الكونبوند زي ما أنت قلت قبل كده زي المدن المتقدمة زي العواصم دائما الأقاليم والريف يحس بيحس بالظلم الظلم ده بيحسسه بعدم السعادة لكن هو لم ينظر أظن إلى الجانب الآخر بالسعادة هل في سعادة مصدر؟ خلينا ننقذ بشكل محاية شوية أيها؟ أنت عارف القردة في قردة اسمها البابون البابون بتعيش تقريبا في الغابات في ملموعة من خمسين إلى مئة وخمسين فرد مع بعض جميل وفي يوم تكون في الغابات تنتقل بين الأشجار وتأكل رزق يوم بيوم وعرضها لكل المخاطر فأحد الباحثين حاب يدرس هذا الخرد بشكل أساسي ففي مجموعة منذ القردة طبعا تم نقلها إلى أحد الحدق في لندن خرد البابون راح حديقة لندن فوجدوا أن هذه الخردة في حديقة لندن وصوبة بالتعاسة تلجأ لسلوكيات من الغير طبيعية اشتباكات حد جدا كذا فكان سؤالهم هل هم كده في الطبيعة زي الأقفاص لا وجدوا في انخدال الرصدي بحيث درست هذا الخرد مدة ثلاث سنوات في غابات الكونغو فوجدت أني لا أن الخردة نعم تصاب ببعض المشاعر وكذا لكن ليست بالتعاسة الموجودة في الأقفاص الموجودة في لندن وجدوا أن الأثيار التي نقلت للحدائق في أوروبا تبدأ على أن زعاج ضاجت أنها تقطع خرطومها بالحق الدائم في أسوار الحديدية الموجودة في الأقفاص وجدوا حتى المشاعر الحميمية مثلا وحيد القرن لا يتكاثر أبدا في الأسر فسلوك الحيوان في الأسر لا يتكاثر ولا يقبل على الحياة ناتجة أنه مقصول عكس الحالة الطبيعية فإذن المكان والتواجد إذا كان أقرب للمجموعات والسكن القريب بالطبيعة وفي تواصل الإنسان وإن كان فيه مخاطر وخدمات أقل ربما يكون يرضي الناس ويعطيهم سعادة أكثر أن سلوك الحيوان في الأسر مختلف تماما حتى أصبح هناك علم وبالتالي الإنسان يعني كده ربنا يعني يعني يحفظ الجميع أصعب عقوبات السجن إنه سجن الانفراطي يعني سجن الإنسان تبعده عن المجتمع أو عن كذا فإذن المكان يؤثر السكن يؤثر العلاقة الاجتماعية تؤثر ولذلك يعني التواصل السكن كلما كان قريب من الطبيعة قريب من حركة الشمس تدرك منه الليل والنهار بيكون أقرب ولنا في ذلك حتى مثال النبي عليه الصلاة والسلام ندب الإنسان إلى أسكار الصباح والمساء في ترقب لأوقات الشروق وأوقات الغروب النبي لما قال على جاب الأحد ذلك جابنا نحبنا ونحبه في علاقة بين الإنسان والطبيعة كلما كانت المدخلات فيها طبيعة فيها بشر فيها ناس أنا أعتقد أن أحد سعادة المجتمعات تدخل الحيوات يعني ما تجد مثلا في الأرياف تربية القطعان الخراف والأغنام والإبل مع الإنسان هذا التدخل الحياة يؤدي إلى شيء من الحياة والسعادة بشكل كبير اشتركوا في القناة